وكانوا يداً واحدة كانت آشعة الشمس قد بدأت تغمر الأرجاء وكان الفلاحون منتشرين هنا وهناك في الحقول وكان عبد الهادي يغوص بقدميه العاريتين في القناة يزيح الطين ليمهد الطريق للماء المندفع نحو حقله وفجأة انطلق صوت استغاثة بقرة مسعود وقعت في البئر التوت الأعناق وتراخت الأيدي واتجه الرجال كلهم إلى بئر الساقية وهم يلهثون نظر مسعود إلى البئر فجزع وانحدرت دموعه واختلطت بعرقه المتصبب وقعد على الأرض لا يقوى على الحركة غير أن عبد الهادي قفز إلى البئر لاهثاً وأسند قدميه إلى حافتها ووضع يده تحت بطن البقرة وطلب من أحدهم ربطها بحبل متين وهب من ناحيته رجل أو شك أن يسقط في البئر فأسنده عبد الهادي رغم ما كان بينهما من خلاف ولكنهما الآن أمام ضياع بقرة مسعود يحسان كما يحس غيرهما فعندما تنزل كارثة برجل أو امرأة فكأنما نزلت بأهل القرية جميعاً ويجب عليهم أن يدفعوا الكارثة متكاتفين ثم هبط إلى البئر رجال آخرون ووقفوا كلهم يتساندون ويشجع بعضهم بعضاً وأيديهم تحت بطن البقرة يحاولون دفعها بكل ما يملكون من قوة لدفع الكارثة كانوا كلهم يعانون في وقت واحد لحظات من اليأس المخيف وتلمع لهم معاً ومضات بهيجة من الأمل كانوا ينحنون ويعرقون وتتتابع أنفاسهم داخل البئر وكان رجال القرية ونساؤها يتدافعون خارج البئر على مدار الساقية وكلهم رغبة في المساعدة وأما مسعود فكانت عيناه على عبد الهادي وهو يدير من داخل البئر عملية الإنقاذ وفجأة رأى مسعود بقرته ترتفع قليلاً من مكانها لكنها عادت فسقطت والرجال ما زالوا يتصايحون ويتساندون والأيدي كلها تحت بطن البقرة تحاول أن ترفعها بلا تفكير في الفشل وأخيراً رفعت البقرة على أيدي الرجال وسحبها الواقفون حول البئر وارتمى مسعود على بقرته يتحسسها ثم التفت إلى عبد الهادي فجذبه بين ذراعيه وعانقه طويلاً أكتشف أشرح ألف أعود المفردة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه يزيح الطين ليمهد الطريق للماء يزيح الطين ليسر الطريق للماء لا يقوى على الحركة لا يقدر على الحركة باء أكتب الحروف الهجائية العربية وأضبط عددها ألف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ضبط عدد الحروف الهجائية بثمانية وعشرين حرفاً وعمق فهمي أولاً أثار خبر سقوط البقرة في البئر تأثيراً كبيراً في مسعود أبحث في النص عن قرائنة دعم ذلك نظر مسعود إلى البئر فجزع وانحدر الدموعه واختلطت بعرقه المتصبب وقعد على الأرض لا يقوى على الحركة وأخيراً رفعت البقرة على أيدي الرجال وسحبها الواقفون حول البئر وارتم مسعود على بقرته يتحسسها ثم التفت إلى عبد الهادي فجذبه بين ذراعه وعانقه طويلاً ثانياً كانت الحادثة سبباً في إعادة الوئام بين عبد الهادي ورجل آخر أبحث في النص عن قرينة تؤيد ذلك غير أن عبد الهادي قفز إلى البئر لاهثاً وأسند قدميه إلى حافتها ووضع يده تحت بطن البقرة وطلب من أحدهم ربطها بحبل متين وهب من ناحيته رجل أو شكأن يسقط في البئر فأسنده عبد الهادي رغم ما كان بينهما من خلاف ولكنهم الآن أمام ضياع بقرة مسعود يحسان كما يحس غيرهما أحلل في النص ثلاثة أحداث الأول تعاون أهل القرية على إخراج البقرة من البئر الثاني تصالح متخاصمين أبحث عن الحدث الثالث الثالث نجاح أهل القرية في إنقاذ البقرة أبدي رأيي أولاً تصالح عبد الهادي مع أحد الرجال بسبب الحادثة لو كنت مكان أحدهما هل تنتظر مناسبة مثل هذه للتصالح والتسامح؟ لو كنت مكان أحدهما لما انتظرت أي مناسبة للتصالح لأني إن كنت أنا المخطئ فمن الأكيد أني سأطلب السماح ولعفو عما سلف في حين اللحظة ثانياً أذكر حادثة جعلت سكان الحي يتعاونون من بين الحوادث التي أذكرها والتي جعلت سكان الحي يتعاونون اندلاع حريق هائل بحقل أبي والحقول المجاورة له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر